السلام عليكم المراتي الموضوع مش قضية قتل او مش قضية سرخة او مش اوتصاب او 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 لكن الموضوع هو انساني اكتر ما هو ممكن يكون جريمة ولكن هي جريمة برضو ولكن في حق بعض البشر واحنا بنقلب في الرسائل بتاعتنا على صفحات البرامج بتاعتنا لان سلام بنت معينة مش هنقول اسمها ولا سنها ولا هنقول اي حاجة ولكن هنقول ان هي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض الصدفية اول ما قاريت كلمة مرض الصدفية افتكرت على طول اول ما اتخرجت من الكلية كان مشروع التخرج بتاعي حاجة كده اسمها العلاج في الطبيعة وكنا قابلنا وقتها واحد من اكبر الدكاترة الجلدية تقريبا في الشرق الاوسط كله دكتور هاني الناظر وازاي ان الامراض دي صعبة جدا في علاجها وازاي ان الامراض دي ممكن تتعالج عن طريق الراملة السخنة رحنا ساعتها في سفرنا سفاجة ورحنا شفنا بعض الحالات اللي هي خاصة بالصدفية وخاصة طبعا كمان بالروماتويد والحاجات دي كلها مع علينا من المقدمة الطويلة واعتذر عليها البنت ربنا سبحانه وتعالى اتلاها بمرض الصدفية البنت مخطوبة وبتحب خطبها ولكن خطبها ما يعرفش ان هي عندها مرض الصدفية هي بتقول ان عندي مرض الصدفية ولكن بالنسبة قليلة مرض الصدفية برضو اللي ما بيعرفهوش او اللي هيدخل وهيقرأ فيه هو الجلد بيبقى ناشف ولونه احمر بيبقى في بقع في الايد بيطلع في اي مكان في الجسم ممكن يطلع في الراس ممكن يطلع في الاعضاء التنسلية ممكن يطلع في السدر ممكن يطلع في الرجل ممكن يطلع في كل الجسم البني ادم لو انتوا تفرجتوا على صوره هي صورته صعبة شوية بقع حمرة كبيرة والبقع الحمرة الكبيرة دي بيبقى جلد ناشف وبتسبب قلم رهيب وفي نفس الوقت بتبقى فيه زي اشور السمك على الجلد ده يعني تقريبا كده ممكن نقول مشوهة شوية طيب البنت دي تخطبت لواحد والولد ده بيحبها قوي وهي كمان حبيته ولكن بالرغم من ده كله هو ما يعرفش ان هي عندها مرض الصدفية مش تباين في جسمها بسبب لبسها والحاجات دي كلها هي بتقول سؤال معين وسؤال بسيط قوي واحنا بنتناقش انا واصحابي في الموضوع ده كان فيه لغة شوية في الكلام او كان فيه تعارضات شوية في الكلام فحبيت اللي انا عرضه البنت بتقول خطيبي ما يعرفش ان انا عندي مرض الصدفية ولكن انا عندي مرض الصدفية بنسبة قليلة وبتعالج منه ويا رب اخف منه ولكن هي دلوقتي بتقول انا اصارح خطيبي بالموضوع ده ولا مصرحوش رأيي انا قلته لاصحابي او الناس اللي هي كانت المقربين ليا واحنا بنتناقش في الموضوع ده ولكن اعترضوا معايا تماما في الموضوع ده قالوا لا ما يتبالش بيها لو عارفت بحاجة زي كده وهي المفروض ما تقولوش ولو قالت له تقوله ولو هو ردي او مرضيش هي ببساطة عايزة تقوله تقوله ولا ما تقولوش دي رقم واحد رقم اتنين طب انت لو عارفت ان خطيبتك او كده عندها مرض الصدفية هل يا طار هتكمل معاها ولا مش تكمل معاها طيب هي زنبها حاجة ان هي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بحاجة زي كده مش ممكن انت برضو كان يبتليك بحاجة زي كده ولا لا رأيي اعتقد ممكن تكونوا لمستوا فيه شوية في حاجة معينة وخصوصا ان فيه حب ما بينهم ولكن رأيكو هيبين للبنت ممكن هي تعمل ايه مع خطيبها هل تكمل معاه ولا هل تكمل علاجها هل تقوله ولا هل ما تقولوش هل تكمل علاجها وتخبي الموضوع عليه ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ان شاء الله وتسكت بتكتم ولا تقوله وممكن يا وافق او ما وافقش ده كان البنت اللي قالته في الرسالة الصغيرة اللي هي وصلت لنا رأيكم يهمنا قوي في حاجة زي كده لو بنتكم لو زوجة بنتكم او خطيبة بنتكم في الموضع ده او في الموقع ده يا ترى انتو هتوفقوا بيها ولا لا ولو انتو في حالتها هتقولوا لخطيبها ولا لا اللي ممكن يقعد معاها لو بيحبها وممكن يهجرها لو مش بيحبها او حتى كمان بيحبها ولكن الشكل نفسه هو مش رضيه يا ترى ممكن تقولوا ايه في حاجة زي كده بجدا اتمنى ان انا اعرف تعليقاتكو كلها علشان ممكن نفيد بيها البنت دي في اتخاذ قرارها سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر